هنروح بقى للخبر الاهم بالنسبة لنا وهي بطولة العالم لكرة السلة انتر كونتيننتل اللي هتتلاعب بكرة ان شاء الله او المباراة لنا هنلعب مع بطل الجليج والنادي الاهلي ايان هستعداداته كان اخر تمرين منذ قليل وشفنا اللعيبة وشفنا المواقع يعني بتتزين بصورة طبعا دي صورة اخر تمرينة او صور اخر تمرينة بتتزين طبعا بصور الفريق هناك وبالمناسبة البطولة بتتلاعب في سنغافورة وتتلاعب الثلاث سنوات اللي جايب سنغافورة موضوع عادم الاتحاد الدولي بكده وعندنا اخبار كتير او ارقام عن البطولة دي بس خلينا اقول لكم الخبر الاول بكرة ان شاء الله اللاعب بطل الجليج اجانيت الساعة اتنين الضهر بتوقيت مصر وسبعة بتوقيت سنغافورة طبعا ماتش قوي جدا يعني انا حظوظنا صعبة طبعا نكسب ولكن النادي الاهلي ما يعرفش المستحيل هنلعب يعني بكل قوة وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي يعني انه دايما بيكون ند قوي لأهم الفريق وعمل زهران نجمانة طيب الماتشات هتبقى ازاي عندنا تاني ماتش وراء على طول هيبقى يوم الجمعة باذن الله مع بطل البرازيل وبرضو مباراة مش سهلة بالمرة هيبقى يوم الجمعة ان شاء الله صباحا الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة باذن الله يعني المبارايتين في أقل من 24 ساعة عندك سكواد مهم جدا طيب بيتسجل كام لعيب في الماتش بيتسجل 12 لعيب انت بسافر ب14 تقدر تسلكت منهم 12 لعيب كل مباراة طبعا دي بعد نهاية التمرين واللعيبة خارجة يعني شايلة الاحزائي بتاعتها ومتتوجه للباس طيب بأسة الاهلي مين؟ بأسة الاهلي في سنغافورة بتضم الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس للباحثة ومستر أجوستي بوش مديرا فنان وإحمد الجالحي مدرب عام ورامد دياستي مدرب وطار الغنان مدير الفريق وليد الخارات إداري ومحمد راغب طبيب وأحمد حسن علاق طبيعي ومحمد عيسى مدلك وعلى لطف إحصاء ومحمد عز الدين تأهيل بدني ومحمد الشيحي إعداد بدني واللعب أمين هم سيف سامير والأمريكي نوريس كول اللعب فوينجارد المحترف اللي هيلعب معنا البطولة دي وبطولة الأعرابية أيضا والتونس عمر عبادة وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمر زهران وعمر الجند محمد أبو الناص اللاعب المفضل لده مستر أجوستي بوش اللي دايما بيضمه في البطولات الدولية إذا أتيح له النجيري مايكل فكوادي وماروان سرحان عمر أرابي مصطفى كيجو كمشاركة أولى ليه بكرة مع النادي الأهلي أو بقميص النادي الأهلي يوسف المعداوي وأحمد مهيب وطبعا بيفتقد الفريق لجهود لعبه المميز عمر عزب وذلك طبعا لإصابته قبل السفر طبعا ألف سلامة لعمر وإن شاء الله يرجع بكل سلام هديكم بعض الأخبار كده عن هذه البطولة يمكن الكثير من جمهور النادي الأهلي فاكر إن البطولة دي يعني لسه مستحدثة ولكن الكلام ده الحقيقة يعني مش صحيح ولكن الصحيح إن البطولة دي أو النسخة دي هي نسخة رقم 33 أي ورقم اللي بتسمعوه ده صحيح اتلعبت قبل كده 32 مرة منهم مرتين احنا فاكرينهم ولكن الباقي طبعا مش فاكرينه كان أول نادي يفوز بها كان بطل البرازيل كورين شانز بطل البرازيل ده اللي كان يفوز بها على حساب ريال مدريد كان سنة 1965 ده كان أول مرة تتلعب هذه البطولة يعني قديمة جدا طيب أكتر نادي يتوب بها هو ريال مدريد وفاز بها خمس نسخ كانت ستة وسبعين سبعة وسبعين ثمانية وسبعين وحتمانية الفين وخمستاشر فاز بها خمس نسخ ريال مدريد أو ريال مدريد أسبانيا أكتر دولة حصد للألقاب في هذه البطولة بعشر ألقاب طبعا خمسة ريال مدريد والخمسة اللي بقيين على الفرق أسبانية أخرى وإيطاليا طبعا بسبع ألقاب بعديها وتيجي أمريكا بأربع ألقاب ولكن خليني أقولكم أن أمريكا كمان بالشكل ده أو بالفرق اللي بتروح بها بطل الجيليج يعني يعني هتوعدلها فترة كده تاخدها طالما مراحش بطل أوروبا ونقولكم ليه ما بيرحش بطل أوروبا طبعا فريق جينيت الأمريكي بطل الجيليج ويمتلك ست لعبين أنا هنلاعبه بكرة ست لعبين فوق الاتنين متر فيما هنمتلك الألي خمسة طبعا مش بالطول تبقى يعني صعبة شوي طب الخمس لعيبة عندنا مين اللي بيعدوا لتنين متر أمر أرابي سيف سامير مايكل فاكوادي مصطفى كيجو مروان سرحان دول الخمس لعيبة اللي تحت الحلقة أو البيت جايز دي صور من حلقة التصوير الخاصة أو الفوتو سيشن اللي كانت للفرقة فريقنا بكرة هيلبس اللون الأصفر بالمناسبة طيب فريق فرانكا البرازيل اللي هو بطل برازيل اللعبه بكرة إن شاء الله يوم الجمعة نقاس في الساعة واحدة أربع لعبين هم بفوق الاتنين متر إضافة لعب واحد طوله 199 سنطي طبعا سوري كابتن أحمد الجرحي المدرب العام ورعب نادي أهل السل طيب الأهلي هو التالت العادية العربية اللي شاركت في هذه البطولة في مونديال السلة بعد الزمالك والتحاد المونستيري التونسي الأهلي طبعا بيسعى لكتابة الفوز الأول الأنديال العربية والأفريقية بعد خسارة الزمالك تحاد المونستيري التونسي جميع مباراتهم السابقة أنا أتوقع على الأقل إن شاء الله هنفوز بمباراة واحدة يعني أتوقع كده يعني قد أخطئ وقد أصيب يعني ولكن إن شاء الله هنفوز أتوقع أن احنا هنفوز في مباراة واحدة